فاز فريق جرين أكو من طلاب كليات العلوم بجامعة بنسويف بالمركز الأول في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان التغير المناخي الإبداع للإستدامة أكثر من أربعين جامعة ما بين الحكومية والخاصة والأهلية شاركت في تلك المسابقة التي تأتي تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 تزامناً مع مؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ فاز مشروع فريق جرين أكو من طلاب بكلية العلوم بجامعة بنسويف بالمركز الأول وهو أحد المشاريع الستة التي تقدمت بها محافظة بنسويف في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الزكية في المسابقة التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان التغير المناخي الإبداع الاستدامة إحنا لما عملنا السيستم بتاعنا موقفناش لحد كده ده كان مجرد بروتوتيب لنا وإحنا دلوقتي بنحاول نعمل سينسورز معينة نضيفها في السيستم عشان تحدد لنا الظروف بتاعة التحالب والميديا الموجودة فايدة الفوتوبيرو أكتور التحالب بتستمد غزائها من الغازات الدفئة وساني يكسيد الكربون وده بيقلل من الاحتباس الحراري استكمال اللي إحنا استخدمنا التحالب إحنا استخدمنا التحالب مش بس عشان نعالج مشكلة التغيرات المناخية لا إحنا كمان هنقدر نعالج مشكلة المياه إحنا طبعا مبسوطين إن إحنا فوزنا بالأمس في مسابقة للحكس والجامعات المصرية بالمركز الأول واستحوزنا على ألف مئة ألف جنيه الفريق فاز بمشاركة أكثر من أربعين جامعة ما بين حكومية وخاصة وأهلية حيث تم اختيار المشروع من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من أساتذة وعلماء بالجامعات المصرية بالإضافة إلى مستشارين لعدد من الوزارات المعنية إحنا كان لدينا ملاحظة هي ارتفاع نسبة الغازات التفئة وعلى رأسها غاز سنوكسيد الكربون وده كان سبب إن العالم كله يقف ويوجه اهتمامه لجهات حلول لهذه المشكلة وإحنا جرين إيكو تمكننا من إحنا نوجة حل هذه المشكلة عن طريق استخدام التحالب الدقيقة مشروعنا باختصار بيتكلم عن احتجاز الكربون بسيطة التحالب الدقيقة عن طريق إن إحنا بنستخدم الفوتوبيرو أكتر الوراية ده وإن إحنا بننتج الوقود الحي ومنتجات أخرى صديقة للبيئة إحنا في مشروعنا استخدامنا التحالب الدقيقة بالتحديد عشان لها عدد أسباب أول حاجة إن معادل نموها سريع كمان تكلفتها بسيطة بتقدر تقدبت مع كذا بيئة هذا وتقوم الفكرة الأساسية للمشروع على احتجاز الكربون عن طريق استخدام التحالب الدقيقة في إنتاج الوقود الحيوي ومنتجات بيولوجية صديقة للبيئة ذات مردود اقتصادي كبير حيث يأتي ذلك تماشيا مع سياسة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية واكتشاف حلول بديلة تكون صديقة للبيئة